عسلام ومرحبا بكم يعني الرئيس بوتين يقبل تبون وساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع العلم أن بوتين لم يقبل بأي وساطة من قبل هذية كنت حكيت فيه منذ أيام قلت لكم رأوا تبون ذهب إلى روسيا وهل تكون هناك وساطة هذية اللي جاء تقريبا منذ لحظات يعني لنا تحب تفهم أن الجزائر تقريبا تناور داخل منطقة تفاهم الخصوم هذه السياسة كما قلت لكم ليس تحليل بالعاطفة أو تحليل القراءات التي تشاهدوا فيها الآن السياسة هي اللعب على الأوطار هذيك عليش نقول لكم اليوم تقريبا دهاء سياسة الجزائر الشقيقة والتحية لكل الجزائرين والتحية للرئيس تبون اليوم تقريبا كما قلت تناور داخل منطقة تفاهم الخصوم نحب ذيها نحبك أنت عزيز المواطن تحللها وحدك وطول نهار نجاوب عليها اليوم كان يعني كما قلت الزيارة ذيها كانت فيها استقبال يعني من أعلى مستوى في الكريملين لم يحظى به أي رئيس من قبل يعني الجزائر يوم تتحرك بستراتيجية مدروسة يعني تقريبا تبون ثاني رئيس بعد الرئيس الصيني يزور الكريملين وروسيا في إطار الحرب ذي يعني منذ بداية الحرب ثاني رئيس تقريبا يزور روسيا باش تفهم لنا قيمة الجزائر يعني هي قيمة نفسية ومعنوية في ظل الحصار وتهديدات دولي محكم ضد روسيا هي زيارة تحدي تقريبا يعني خطو من تبون جاءت في ظروف غير طبيعية البلدان يعني الكل تقول يعني الجزائر يوم بلد متهور جازف وراح روسيا في قلب الحرب يعني الناس يكون خايفين من نيران الحرب تلحقهم حتى في أراضيهم والجزائر تجازف وتذهب إلى قلب هذه هي السياسة والدهاية الجزائري هذيك عليش نقول لكم اليوم الجزائر من أجل الإبقاء على علاقتها مع روسيا عكس يعني يعني اليوم تقريبا الجزائر حسب نظريتي أنا ونقول نظرية يعني عكس كل التوقعات أمريكا تضغط على الجزائر من أجل الإبقاء على علاقتها مع روسيا مش العكس على خاطر أمريكا مش مصلحتها تبعد الجميع عن روسيا لماذا أي واحد باش يسأل الجواب السيحة لبرشا يعني كان تبعد تقريبا باش توفر الظروف المناسبة للصين للاستحواذ يعني الاستحواذ والاستفراد بالروسيا هذي اللي يخوف تقريبا أمريكا ومنذ أيام قلت لكم الحرب الحقيقية هي الانتقال من أوروبا إلى بحر الصين هذيك عليش لنا نحب نقول رأي اليوم تقريبا الجزائر أبدعت الجزائر تناور الدهاء السياسي هذي الكل وأول تقريبا تمثيل يعني في العاصمة الروسية موسكو تمثيل يعني الأمير عبدالقادر في قلب روسيا أو المسلم تقريبا تم تشيد له تمثيل يعني كل هذي العنوين حبيت انسوقهاكم نظرا لطالباتكم اللي تسائلت تقريبا عن الجزائر واشنوه باش تعمل بالضبط تقريبا في الزيارة دي كما قلت لكم لأن الجزائر تقريبا وتبون يعني يناور في منطقة تفهم الخصوم مع تحيات صفيان ما تنسيوش البرتاج واللايك وترقبوا كما قلت لكم منذ مدة ستلعب جزائر كذلك دور هام هي وروسيا يعني في حل الملف الليبي مع تحيات صفيان والسلام عليكم